حفل السنة دي يعني ممكن تصنيفه على أنه كان الحفل الأكثر مللن في تاريخ جوائز المسابقة قدموا الكوميديان الأمريكي جو كوي وكانت ربطة الصحفيين الأجانب اللي بتنظم الجوائز أسندت لي مهمة تقديم الحفل يعني رغبة في أن تقدم وجه جديد غير الوجوه اللي قبل كده لكن للأسف كان اختيار سيء معظم التعليقات والنكات اللي ألقاها في الحفل كانت مملة ورتيبة ما منجحش في أنه ينتزع الدحكات من قلوب الحضور من مشاهير ونجوم العالم لدرجة أن فيه تعليقات من الحاضرين يعني قالوا ياريت أن الربطة ما تسنتش ليه مهمة تقديم الحفل تاني وده طبعا سبب له خيبة أمل كبيرة وهو علق داب نفسه على السوشيال ميديا لو جينا نتكلم عن أهم لقطات الحفل فيه لقطات كتير بداية مثلا نحن شفنا النجم برادلي كوبر استحب والدته على الريد كوربت ده لفت أنظار العدسات المصورين لأنه يعني ما قررش يستحب شركة حياته لا استحب والدته شفنا برضو النجم بدرو باسكال كان لبس الجبس في الحفل كان زراعة مكسورة يعني فظهر بالجبس شفنا برضو النجم المصري ذو الأصول الإنجليزية خالد عبدالله اللبس بروش عليه حميمة وهي اللي بتشير لدعمه للفلسطينيين وكانت من أكتر لقطات الحفلة مشاهدة على الريد كوربت يعني